اهلا بكل صحابي واخواتي يا رب تكونوا بخير وقبل ما نبدأ الفيديو الجميل بتاعنا محتاج طلب صغير من كل صحابي واخواتي انهم يعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا على الفيديو بتاعنا سنة 1989 بنلاقي النفلين المدير التنفيذي لشركة انكم بيبقى قعد بيحكي لابنه عن مغامراته في عالم رقمي كده اسمه زا جريد وبنعرف النفلين وهو صغير اخترع هو الجريد ده واخد فترة طويلة شغال عليه عشان كان شايف انه عالم جميل وهناك قابل محارب جامد اسمه ترون واللي بيوريه حاجات وحركات بيعملها جمدة جدا بس فلين عشان ورامس قليات كتير في العالم الحقيقي بيضطر انه يعمل نسخة تانية منه اسمها سيليو عشان يدير هو المكان هنا بعدها فلين وسيليو وترون بيعملوا نظام كده في زل النظام والمعلومات حرة وفي الاخر لقوا ان في حاجة جمدة جدا بتحصل في المكان بس فلين مش راضي يقول لابنه هي عبارة عن ايه بالصبب وبيقوله انه هيكمل له القصة في يوم تاني وبعدها بنلاقي الاخبار كلها بتعلن عن خبر اختفاء فلين المفاجئ واعضاء مجلس الشركة بيقولوا ان من وقت ما امراض فلين ماتت وهو بقى غريب وتصرفاته اغرى بس هم حالان كل اللي فارق معاهم يرجعوا يسيطروا عالشركة عبال ما اهل فلين ياخدوا بالهم من الولد الصغير اللي بيبقى زعلان ومأهور في الوقت ده عشان فاكر ان بابا سابه وبعد عشرين سنة بنشوف سام ابن فلين بعد ما كبر وبيبقى ماشي في الشوارع لحد ما بيوصل لبرج شركة انكم وهناك بيستخدم جهاز كده عشان يفتح بيه الباب وبيدخل جوه وبعدها بيطلع السلالم وبيعطل قمرات المرأبة وبيضحك على رجالة الامن وبيجري على القوضة اللي فيها الكمبيوتر الرئيسي وبيختريكها هو كمان وما بيبقاش عارف انه بالطريقة دي شغل جهاز الانزار برضو والحارس هيجي يجيبه من قفاء وفي الوقت ده بيبقى فيه اجتماع لمجلس الاعضاء والمدير الجديد بيبقى بيتكلم فيه عن المنتج الجديد بتاعهم هو عباره عن نظام تشغيل متأمن جامد هيكسر الدنيا في خلال كام ساعة بس بس الان لما بيعرف تفاصيل اكتر عن المشروع ده بيترعب وده لانه بيختلف مع كل المبادئ اللي فلين عملها في شركته بس للأسف محدش بيهتم بكلامه وفي اللحظة دي الفيديو بتاع الكلب بتاع سام بيشتغل على الشاشة وده بيخلي المدير مش عارف يدخل عن نظام ولما التقني بيشوف اللي بيحصل بيعرف ان فيه حد حمل النظام بتاعهم على النت بالمجان وفي الوقت ده سام بيبقى ممسوط باللي عمله بس الحارس بيلاقيه وبيجري وراه لحد ما بيطلقه على السطح ولما سام بيلاقي نفسه اتزنق بينط من فوق وبيفتح البراشوت بتاعه بس بيقع على عمود اشارة المرور فبيقلع البراشوت وبينزل فوق التاكسي فالسواء لما بيحس ان فيه حد فوق بيقعد يحود يمين وشمال لحد ما سام بيقع فالبوليس بيجي عشان يقبض عليه وبعد كم ساعة بنشوفه بعد ما دفع الكفالة وخرج من الاسم وراجع بيته واللي بيطلع عبارة عن علبة شحن من بتاعة السفن دي بس سام محولها لشقة ومرة واحدة الان بيجي وبيبارك لسام على اللي عمله والظاهر كده ان سام بيروح يعمل مشكلة للشركة كل سنة في ذكرى اليوم اللي بابا اختفى فيه وبعد كده الان بيقوله ان لسه معاه الجهاز بتاعه عشان فلين كان قايله ينام بيه وبيقوله كمان انه جات له رسالة من مكتب فلين بس سام مش بيدي اي اهتمام عشان بيكون لسه متدايق من بابا فالان بيزعق له عشان اللي بيعمله وبيقوله انه قبل ما فلين يختفي بيوم هو قاله انه اكتشف حاجة كبيرة جدا والان حاسس ان فلين مستحيل يختفي من غير سبب كده وانه شايف ان فيه حاجة خطيرة حصلت بس سام مش بيصدقه برضه وبيطرده من عنده بس قبل ما الان يمشي بيدي سام مفاتيح محل الالعاب بتاع اتفلين وبيقوله يبص فيها وبعدها سام لما بيلاقي الكلب بتاعه باصسله بيحس انه عايز يقوله هو كمان يروح يشوف ايه الحكاية بس سام بيروح فعلا وبيشوف المكان بس بس مش بيلاقي حاجة هناك فبيقرر انه يلعب شوية ويسلي نفسه فبيشغل لعبة الالترون سام ياخد باله من العلامة الغريبة اللي في الارض فبيشيل الجهاز على جنبه وبيكتشف ان فيه ممر سري بيوديه على نفق غريب كده بيوصله في الاخر لقودة تحكم فيها كمبيوتر فسام بيشغله على طول لعله وعسى يلاقي حاجة ومش بياخد باله ان اللي عمله ده شغل الليزر اللي وراه والليزر ده بيطلع شعاع كده بيخلي سام ينتقل الى عالم الجريد ومرة واحدة بيلاقي الارض بتتحرك تحته فبيتصدم وبيتخض لما بيلاقي المكان كله اللي حواليه تغير وبيتفاجئ من اللي شايفه قدامه وفي الوقت ده بيلاقي الحراس مسكوه وبيوقفه في طبور فيه ناس تانية تابع البرنامج ومحدش بياخد باله انه جزء من النظام وانه بني آدم عادي بعدين بيلاقي مربع كده بيتير بيه وبياخده هو وباقي المساجين عشان يروحوا الواحد تاني من العمال واللي بعد ما بيبص على كل واحد فيهم بيختار هو هيتقتل ولا هيبعته يلعب والحسن الحظ بيختاره سام انه يدخل في نظام الألعاب بس لما بنشوف اللي قبله هو رايح يلعب بنلاقيه طلع يجري وبيقرر ينهي حياته بنفسه وبعد كده سام بيروح قوضة تانية بيلاقي النظام بيشيل من عليه الهدوم اللي هو لبسها وبيدي له هدوم جديدة مدرعة وعليها كرسة هوية فواحدة من شخصيات نظام اسمها جيم بتقول لسام انه لازم ينجو قبل ما يتنقل على نظام الألعاب الجريد واللي بيلعبه في لعبة كتالية وأول ما بيخرج بيلاقي ناس كتير جدا قاعدين في المدرجات وبيحيوا اللعيبة والمدير بيبقى واقف بيتفرج من فوق ومعه المساعد بتاعه جيرفس وأول ما المتش بيبدأ سام بيلاقي الخسم بتاعه حدفه بالكرس بتاعه بس بيتفادى الضربة على آخر لحظة وفي اللحظة دي بيبص على القوضة اللي جنبه وبيلاقي ان الكرس بيفلق الشخص نصين وده بيخليه اضطر انه يدافع عن نفسه وبعد محاولات كتيرة فشل الخسم بتاعه بيكسر الأرض اللي سام واقف عليها بس هو بيمسك في الأرض بسرعة قبل ما يقع وبيطلع يكمل يواجه في خسمه وبيلاقيه جاي يجري عليه فبيستنى اللحظة المناسبة عشان يكسر الأرض من تحته وبيخليه يقع وبكده بيفوز هو في الكتال وبعدين بيلاقي الخسم اللي بعده عدواني أكتر فبيتزحل على الأرض وبيضربه قبل ما يطلع يجري من الأوضة وده بيلفت انتباه جيرفس وبعد ما بيقعد يتنطط في كل مكان سام بيوصل للأوضة بتاعة الجولة الأخيرة وبيكتشف ان الخسم بتاعه واحد اسمه رينزلر واللي معاه اتنين من الأقراص الحادة دي فالتنين بيواجهوا بعض وبيلاقي ان الجاذبية بتتغير وبعدها رينزلر بيتغلب على سام بس لما رينزلر بيلاقي دم على المدرعة بتاعة سام بيعرف انه مستخدم فبيخليه يروح للمدير وهناك المدير بيقول لسام يقر ويعترف هو مين وبيعمل ايه هنا واول ما سام بيقول له على اسمه بيوديه المكتب وهنا بتكتشف ان المدير يبقى فلين وسام لما بيشوفه مش بيصدق انه شاف بابا قدامه ولما فلين كمان بيشوفه في الاول ما بيبقاش عارف ان ده ابنه بس الراجل اللي عزره برضه لانه اخر مرة شافه كان لسه صغير ولما بيشوف الكرس بتاعه مش بينبهر من محتوى ذكرياته ولما سام بيطلب منه انهم يرجعوا البيت فلين مش بيوافق وهنا بنعرف ان اللي قدامه ده مش فلين وانه سيليو وبعد كده بيبعته سام على الحلبة من تاني وجيرفس بيطلع يحمس الجمهور وبيبقى فيه حد واقف بيتفرج من فوق وبنعرف ان الماتش ده سام مطلوب منه انه يواجه سيليو بس في الجولة دي بيكون في موتسيكلات هيركبوها ومعمولة من الطاقة كلها وللأسف فريق سيليو بيبقى عنده خبرة أكتر وعشان كده واحدة واحدة الفريق بتاع سام بيقع واحد ورد تاني وبعد شوية كمان سام بيقع من على الموتسيكل بتاعه والقناع بتاعه بيتقلع بس قبل ما بيواجه سيليو ووش الوش الشخص الغامض اللي كان واقف بيتفرج ده بيتدخله بياخد سام وبيضرب الفريق بتاع سيليو وبعدها بيعمله حفرة في الحيطة يخرجه منها وبيطلعوا برا الملعب كله وبيروحوا المكان بعيد وبقى شخصيات البرنامج مش بيقدروا يروحوا وراهم وأول ما بيوصلوا المكان آمن الشخص اللي أنقص سام بتطلع بنت اسمها كورة وبتاخد سام لمكان منعزل وجوه سام بيقابل فلين الحقيقي اللي أول ما بيشوف سام بيعرف على طول إن ابنه وبعد ما الأب وابنه بيسلموا على بعض كورة بتوري سام إن فلين طول الفترة اللي فاتت كان بيحكي لها حاجات كتير عن العالم الحقيقي زي ألواح التزلج والكتب وفي المشهد اللي بعد كده هم عادين بيتعشوا سام بيحكي لهم شوية حاجات عن حياته وبعدها بيطلب يعرف إيه اللي حصل لبابا بالزب وخليها اختفى كده مرة واحدة ومرجعش من ساعتها ففلين بيقوله إن كان بقاله كتير شغير على الترون وسيليو عشان يعمل النظام المثالي والمعجزة اللي لقوها وقتها كانت عبارة عن حاجة عملها اسمها إيزوس ودي عبارة عن لغرتمات بتتطور لوحدها من غير ما تحتاج أي تدخل من أي حد برة وعندها الإمكانية إنها تحل زواهر طبيعية وغمضة كتير وتكتشفها وكمان عندها جينات بيولوجية رقمية وفلين عمره في حياته ما كان شاف قبل كده حاجة زي دي وكان منبهر بدأ بس سيليو كان شاف إن الحاجات دي فيها عيوب وبما إن الهدف بتاعه إن كان يعمل النظام المثالي وقتها عمل انقلاب على فلين واستولى على الترون وأخذ النظام كله ووقتها الترون كانت ضمر وفلين اضطر إنه يهرأ فراح على الأراضي الخارجية والأزوس كمان اتضمرت في حادث كده معروف باسم حدث التطهير وبيقولوا كمان إن الطريقة الوحيدة اللي قدر يخرج بيها من الجريد هي عن طريق بوابة بس هي لها توقيت معين وبتفتح فيه وقفلت بعد ما سيليو مسك فلين على طول ومن وقتها وفلين محبوس هنا ومش عارف يرجع وبما إن الـ 8 ساعات في الجريد بتساوي 30 سنية في العالم الحقيقي فده معناه إن غياب فلين 20 سنة بتعادل 20 ألف سنة هنا في الجريد وطالما سام جيه فده معناه إن البوابة تفتحت من تاني فسام أول ما بيسمع ده بيبقى عايز ياخد بابا ويرجعه على العالم الحقيقي ويهربه بس فلين مش بيوافق ولما بيعرف إن فيه رسالة بعتت من المكتب بتاعه للآن فبيحس إن ده فخ من سيليو وإن ده معناه إنه مستنيه عند البوابة عشان يسرق كرس الهوية بتاعه عشان يستخدمها ويتلاعب بالبوابة نفسها وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي سام قاعد في قطه وهو محبط وفي الوقت ده كورة بتاخد حاجة من الكتب وبتديها لسام وبتقوله إن دي الحاجة اللي هتساعده يلاقي زوس واحد من شخصيات البرنامج اللي ساعد الأزيس في وقت التطهير وبيتقال إنه بيعرف يدخل أي مكان في الجريد وسام وهو برا فلين بيحلم بأيام زمان وقتا ما كان عايش مع عائلته مبسوطين ولما بيصحب يلاقي إن ابنه مش موجود فبيقول لكورة إنهم هيروحوا وراء وفي الوقت ده سام بيبقى واخد الموتسكل بتاع فلين عشان يدخل به المدينة وهناك بيبدل الموتسكل اللي معاه بعباية سودة عشان يقدر يتحرك من غير محد يقفشه وفي الوقت ده واحد من الحراس بيلاقي الموتسكل القديم بتاع فلين فبيدور وراء الحد ما بيوصل لمكان بيت فلين ووقتها الحراس بيبعثوا المعلومة دي لسيليو واللي بياخد الرجالة وبيروحوا على هناك على طول بس بيلاقوا البيت فاضي وهناك بيفتكر اليوم اللي فلين برمجوا فيه ووعدوا إنهم هيغيروا العالم سوا بس لما بيفتكر ده بيضغازه وبيقعد يرمي ويكسر في المكان وفي الناحية التانية سام بيقابل جيم واللي بتوديه النادي زوس واللي بيكون فيه هناك حفلة ضخمة معمولة وهنا سام بيقابل زوس ده أخيرا بس بعد ما بيتناقشه في مخططاتهم زوس بيقوله إن اللعبة تغيرت وفي اللحظة دي رجالة سيليو بياخدوا النادي وبنكتشف إن زوس هو اللي بعت لهم عشان ما يخسرش شغله معاهم فسام بيقعد يقاتل فيهم لوحده لحد ما كورة بتيجي تساعده وكل ده زوس بيبقى واقف بيتفرج من فوق وبيضرب بالسلاح بتاعه وفي الآخر كورة وسام بيتهزمه ودراع كورة بيتقطع وفجأة فلين بييجي وبيستخدم قوته عشان يقضي بيها على باق الرجالة وبياخد معاه سام وكورة وبيركبوا الأسانسير عشان يهربوا بس واحد من الجنود بياخد الكرس بتاع فلين بالحبل بتاعه قبل ما باب الأسانسير يقفل على طول وبيضمر حبل الأسانسير وهو نازل فزوس بياخد الكرس من الجندي ده وبيقتله وفي الناحية التانية فلين بيخترق نظام الأسانسير قبل ما يتضمر بيهم ويموتوا كلهم وبعد ما بيزحق لابنه على تهوره التلاتة بيركبوا نقالة بتوديهم للبواب على طول وهما بيهربوا فلين بياخد الكرس بتاع كورة وبيصلح الجزء اللي باص وبيخل دراعها يتصلح من تاني وبيوري سام كمان إن كورة هي آخر إيزو موجودة وبعد كده سيليو بيروح النادي وزوس بيعرض عليه صفقة وهي إنه يديله الكرس بتاع فلين مقابل إنه يسيطر هو على البلد وسيليو بيعمل نفسه موافق بس أول ما بياخد الكرس بياخد الحراس بتوعه وبيفجر النادي كله وبيموت زوس وجيم وبعد شوية سام بيحكي البابا عن الحاجات اللي اتغيرت في العالم الحقيقي زي مثلاً اختراع الواي فاي وبيقوله كمان إنه جده جدته توفه وفليم بيعترف له إنه حاسس بالزمد ولو الزمن رجع به هيلغي الاختراعات دي كلها عشان يقضي اللي فات من عمره ده مع ابنه وبعد كده كورة بتفوقه بتقول سام إنه فليم هو اللي أنقذها في وقت التطهير واللي اتنين بيتكلموا شوية مع بعض وكورة بتسألوا أكتر عن العالم الحقيقي فسام بيحاول يوصف لها الشمس عاملة إزاي وشكل السماء والنجوم ومرة واحدة إنه آلة بتقطعها سفينة حمولة فالتلاتة بيجروا ويستخبوا فوضة التخزين بس بينصدموا لما بيلاقوا إن فيه مساجين كتير من شخصيات البرنامج ومتغدين لمكان تاني عشان يتبرمجوا من أول وجديد وبيبقوا في الجيش بتاع سيليو وفي اللحظة دي رينزلار بيجي وبيشوف إنه آلة بتاعتهم بس فلين لما بيشوفوا بيعرف إنه رينزلار صاحبه القديم ترون وسيليو برمجه عشان يبقى دراعه اليمين فكورة عشان تلهيه بتدي سام الكرسي بتاعها وبتروح تواجه رينزلار واللي بيهزمها وبياخدها ساجينة عنده وفلين وسام بيستغلوا الفرصة دي عشان يهربوا وفي الوقت ده سيليو بيروح البرج وبيحطوا الكرسي في النظام وفلين وسام بيوصلوا عند البرج في اللحظة المناسبة وبيسمعوا سيليو وهو بيتكلم مع الجيش بتاعه وبيعرفوا إنه ناوي يستخدم الكرسي بتاع فلين عشان يعمل ممر للعالم الحقيقي ويعيشوا فيه ويحسنوا منه وطبعا فلين وسام مش بيسكتوا على ده وبيبقوا عايزين يوقفوه قبل ما يتهور فبيحطوا خطة وبيتحركوا بسرعة عشان ينقذوها وفي وقت ما فلين بيروح يعدل واحد من الحراس وبيقدر يسيطر على الموتسكل بتاعه سام بيروح البرج بتاع سيليو وبيقاتل مجموعة من الحراس وبيهزم جارفس وبياخد الكرسي بتاع فلين وفي اللحظة دي رينزلار بيجي وهو ماسك كورة رهينة فسام بيقتلوا كورة بتساعدوا وبيقدروا يهزموه من بعد ما بيرموه من فوق البرج وبعد كده سام بياخد كورة وبينطوا من فوق البرج وبيستخدموا براشوت شبه الجناح عشان ينزلوا بيه ويروحوا لفلين وبعدها التلاتة بياخدوا واحدة من الطيرات وبيهربوا بيها ولما سيليو بيرجع البرج بيلاقي رينزلار بيحاول يطلع لفوق ولما بيعرف اللي حصل بيدغاز وبيقت الجارفس وبعدها هو والفريق بتاعه بينطوا من فوق وبيعملوا الطيرات الخاصة بيهم وهمة في الهواء وفي وقت ما الفريق بيبقوا طيرين سام بيضربهم بالنار بالطيارة بتاعته وكورة بتتفادى هي ضرب النار اللي جاي عليهم ولما رينزلار بيبقى طير فوقهم بطيارته بيبص يلاقي فلين فبترجع له ذكرياته معاه فبيفتكروا انه ترون وانه اصلا معمول عشان يساعد المستخدمين فبيقوم داخل في طيارة سيليو وبيخلي طيارته تنفجر وبيحاول يقتله بس سيليو بيقدر يعمل طيارة تانية وبيتير بيها بس ترون هو اللي بيقع في المية وبعدها الفريق بيوصل للبوابة أخيرا بس بيلاقي سيليو واقف قدامهم واللي بيواجه فلين وبيبقى مصمم انه عمل كل ده عشان هو اللي برمجه على كده ففلين بيعتذر له وبيقوله انه مش هيقدر يعمل حاجة مثالية وانه ده مستحيل عشان المثالية دي مش معروفة بس سيليو ما كانش هيعرف ده عشان فلين نفسه ما كانش يعرف الكلام ده وقت ما برمجه وده بيخلي سيليو يضرب فلين واللي بيقول لسام وكورة يكملوا همه ويدخلوا البوابة بس سام ما بيبقاش عنده اي استعداد انه يخسر باباه تاني بس كورة بتتدخل وبتبعد سام وسيليو بياخد الكرس بتاع فلين وبعد ما الطرفين بينفصله وسيليو بتكتشف ان الكرس اللي اخدوا بتاع كورة وفلين بدل بتاعه معاها قبل ما ييجوا فسيليو بيتعصب وبينط من فوق الفراغ اللي بين البوابة والرصيف بتاعه بس فلين بيعمل تقنية خاصة بتخلي سيليو يتسحب ويرجع له وفي وقت ما بيبقى بيفتكر ذكريات طفولته فلين بيشوف ابنه هو ماسك الكرس بتاعه وبيرفعه وواقف عند البوابة وبيوضعه قبل ما هو وسيليو يندمجه مع بعض وسام وكورة بيهربوا من الجريد قبل الدمج ده بسبب انفجار ضخم يدمر المكان كله وبعدها بيروح لآن وبيقوله انه كان عنده حق وبيقوله كمان انه هو هيرجع يمسك شركة بابا وانه عايز الآن يبقى رئيس المجلس وبعدها سام بيقابل كورة وبيقول لها انه عايز يوريها حاجة وفي المشهد اللي بعد كده بينشوفه واخدها تتفرج على شروق الشمس الاول مرة في حياتها ودي نهاية الفيديو بتاعنا وقبل ما نافل الفيديو الجميل بتاعنا ده محتاج طلب صغير من كل صحابي واخواتي انهم بس يدوسوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد وشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة اشتركوا في القناة